السلام عليكم المجد والخلود لشهدائنا الأبرار ومرحبا بالناس اللهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن الناس اللهم معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شو بير دي زيد اليوم الحصة تعنا ونغاد نتكلموا على زين عامر ونوجه صحافي الجزائري زين عامر اتهامي مباشرة إلى المغرب بظلوعه في حكاية المؤامرة ضد المنتخب الجزائري والتحرك حاليا من أجل إخفاق المنتخب الوطني من الوصول إلى المونديال نحن فيها ترناها وأولية الموجهة اللهم من إيداء للصحافة يوضي يخرجوا هذه الصحافة لا تكذبوش على الشعب مشي تقلبوها انتوما صديق تاعكم كاين ناس هنا الصديق الحاميم التاعهم هو لقجع المو يتكلموا معه صباحا عاشاءا عاشاء فجرا فجرا قهواجا فاطورا عشاء ما تكلموا مع هل ابنها يتكلمون معه اشتكوني بياه أنا يعلم شكعين نعم أنا يعلم شكعين تكلموا معها سبا واشياء تكلموا معها سبا واشياء كان يرى رابط علاقات مع لعابين مغاربة مع الزياج مع الناس اللي ضد حاللو رابط معهم علاقات متينة متينة شوية اني عالك اشتكين نيقاط واحد النيقاط مجهرية الشعب ما يشوفهاش صحنا على بالي اشتكين متاليقاء انا ما نجيبهاش من النار نجيبها من الهيه ونجيبها من الهيه ونخطع قدامك حبه من حبه وكارهه من كارهه هذه حقيقة شو بير ابن الجزائر انا اود الجزائر وما نبغيش على بلادي والخداع ينكشف ينكشف الجزائر كنا خلا ولي دور بها والله لا خلا راكم تشوفو جراوا على الدراهم راهم تعبانين في الحباس جراوا على الدراهم راهم تعبانين في الحباس تشوفو كيفاش البرهان راح امامكم هذا برهان قدامكم نسجلت على الاموال راهم في الحباس وما نزيتش تعبوا على الاموال باش تصوروهم يعني بطرق يا ربي ليداري وما نسجلت على الاموال راهم تعبانين في الحباس حياتهم كابلوا مجروا دير منا 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 الاخر والريكم حاجة حانا دير منا حاجة منا حاجة 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 على السابق ألا وأن اريد ساول في مؤامرة الجزائر جاي اليوم للبودوري للبودوري صعبي ومسح وقال أزين عامر لدى نزوله ضيف على برنامج داخل 18 في قناة النهار إن المغرب لديها مشكل سياسي مع الجزائر في الوقت الراحي لذلك هو يقوم بشكل بشكل شيء سيء من أجل عدم تأهل جارته إلى نهاية منافسة كاس العالم 2022 بقطر وأضاف الصحابي ذاته أن المغربة على الصعيد الغياضي أقوى بكثير من جيرانهم الجزائرين قائلا إن رئيس الجامعة المغربية لكورت قدم فوز لقجع أقوى بكثير حاليا من رئيس الفاب شير الدين عمارة يوجد شير الدين عمارة تشوفه بغين توخره بأي طرق قدرت له لافر تعستات تعال بليدا لافر تعال سيدي موسى بصح الناس ما حضرت على سيدي موسى حضرت على سيدي موسى حضرت على سيدي موسى وبأعجوبة جبدوا سيدي موسى تأوهران بكثير موسى يعني شيف دين عمارة تحوسوا كيفاش دللوا أي مشاكل دللوا مشاكل كبار تحوسوا باش دللوا مشاكل وتبع ابتياق أن المغربة أصبحوا يسيطرون على العديد من الليجان داخل الكاف ما يرجح كفتهم على مستوى الهيئة القرية والعالمية على الجزائريين كنتم تطايحين على الحاج نتوما نتوما كنتم تطايحين على سيدكم الحاج محمد راو راوه و كنتم تصفقوا على اللقجع كأنه المهدي المنتظر كنتم تقارعلوا زيد زيد ما زيد جا ما جاش كنتم تقارعلوا بقل الجبل كنتم تقارعلوا بقل الجبل هل من شيء انظهر تسطلق جعجين انشاء نشعب ترتككم قاع باطوارتها عدم درور انتم الصحافة انتم العملاء انتم هما العملاء انتم هما الخوانة انتم هما دمكم مخلط كنتم قول بكري بل كوفيتين بل كوفيتين بل كوفيتين قلوبكم كوح الدغموم نقول هالكم اليودي اللقجع استغل استغل الغاباء استغلكم لانكم قالها حاليل و قالهم لم ارى في العالم باسله صحافة تكره بلادها اعلام يكره بلادها و احنا نحن نعرف ذلك الأعلام انا نعرف ذلك الأعلام نعرفه 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 غاية الأعلام نعرف الناس فاقد بالأعلام لأننا في 2012-2011 نقول لكم يا ودي حذاري حذاري راه جاينا إعلام غادي يقلب لكم يقلب لكم تولي تلبس روالكم من الفوق وتقول لاني لا بس روال ليشان ونتم أمن وخارج مأمن وينحاليلونا اللي وقال لهم عمري لاشت إعلام يكره بلاده كما هذا قال لك شام يشتهر أول مرة شتهر قلب الجزائر وإستناد زين عامر في رأيه إلى النفوذ القوية وقال لقوية المغربية في قوية القدم فوزي القجاع داخل إتعاد لقوية القدم بالصحة الناس كانوا يراخرون قلوا لقوية القجاع وقدروا تصرف تحت خاف من جماعة بالماضي وقدروا كل ما وقالوا لقوية خاصة خاصة لك خاصة لك أنا هنا لكي أكبرتموا نفسها لكي أخبرتموا نفسها لكي أخبرتموا نفسها لقد حقرنا لكن أليس ما يجعله لقد حقرنا لا تقول لك لقد أفضل ذبانة امام السيد الحاج يقولون من قلت له أنا أقول لا أعرف شيء أن أفضل عنواني ونعرف كان يجب عليك وليد جاري يجب عليك قهوار مجمعين كانوا يعملون في الاتحاد الإفريقي كانوا يعملون في الاتحاد الإفريقي يخافون من اليوم ما هو الحاجز غيزغد ديرهاب خرج النيجر غيزغد خرج النيجر غيزغد برك لأنهم كانوا يصبحون لهم في الأحاد الأكيد الناس كانوا يرى عظائل باعوا باعدة سنة غيزغد خرج النيجر غير النيجر كان لدينا الجزائر غير النيجر كان لدينا جوغد خرج النيجر إheres خرج النيجر يقول هكذا و إلدا مَا 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 مَّا مَا مَا نَرِدُلُّمُّلِ حيث بإمكانت حيث اخوة إذن تقولوا لهم عن ألم ينطبون تقريبين أدري أن أتضرتم إلى الاتحاد أدري أن أكون دقائم مَا نتقل بهم قالوا راسلوا الاتحاد الافريقي و راسلوا الفيفا بشيبوتي خرجوا هاكم ثم راسلوا وحنا خرجوها ثم راسلوا راسل الوازير الوازير الضغط على الاتحاد الجزائري كتبوا راسلوا برية واحدة بر عم في سيمانة راسلوا قالوا مهمة كل ثلاثة يام ربع يام تطلقوا تطلقوا ثم راسلوا كما ذاك ساكن في سكنة جاءوا الوارافة قاضي البحث قالوا قاعدوا ليدنا جاءوا وضعوا الطريقة إنه كافة ثم راسلوا اتطلموا لي سكنة متطوروا في الصالة مع ام حولها قالوا على الحامل وأخيروا اتطابوا لي وثائق قاعدوا عليه وثائق هااااااااااااااااااااا انسوا تخرجوا اننا نكون الهبلد تكونوا ميبتوني يا رب العالي مشاكم باغلين تتهموا هذه اللي نقول هاكم موسيقى